في مؤشرات تدل على تخبط الميليشيات الحثية وتصنعها الأعذار الوهية وفي تأكيد لمبتأ التناقض الذي تعمل عليه الميليشيات وتضعه كخط سير لها ولأتباعها ضمن سياسة الخداع التي تمارسها أمام العالم الميليشيات الحثية وفي الوقت الذي تطالب فيه بدفع الرواتب من ثروات الجنوب وعائداته المختلفة تعمل في الأوينة الأخيرة على تنمية النشاط الملاحي لميناء الحديدة الذي يشهد نموا بنسبة 52% عن العام 2022 وارتفاع عدد السفن التجارية الواصلة إلى الميناء خلال العام الجاري بنسبة 75% عن العام الماضي بحسب الإقرارات الحثية وهو الأمر الذي يضع تساؤلات عدة حول المسار الذي تتجه له إيرادات الميناء الميليشيات الحثية وخلالها اجتماع لمؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحثيين في الحديدة وعلى لسان رئيس المؤسسة محمد بن إسحاق أقرت الميليشيات بهذا النمو التجاري في ميناء الحديدة لكنها وفي ذات الوقت تدير حملات إعلامية تروج لاتهامات تفيد بأن موانئ الحديدة لا تزال محاصرة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وتدعي أنها تقوم بتأخير السفن المتجهات إلى ميناء الحديدة من مقر التفتيش في جيبوتي في مسعى منها للمطالبة بإلغاء آلية التفتيش والتي ساهمت في الحد من عمليات التهريب للأسلحة التي كانت تصل للميليشيات في أوقات سابقة في ذات الجهود التي تعمل عليها الميليشيات لتنمية نشاطاتها التجارية عمدت إلى عرقلة الكثير من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية القادمة من المحافظات المحررة وتحديدا تلك التي تأتي من عدن مما زاد العباء على المواطن وزاد من غلاء المعيشة وهو الأمر الذي يرى مراقبون أنه يعد من أهم العوامل التي زادت من النشاط التجاري لميناء الحديدة التسهيلة التي قدمتها الحكومة الشرعية والأمم المتحدة تحت مبدأ إبداء حسن النوايا وبناء الثقة وتعزيز جهود السلام وإنهاء الانقلاب اتخذها الانقلابيون سلما للصعود نحو نمو النشاط التجاري في كل المؤسسات التي تسيطر عليها تحت غطاء الهدنة ذات الطرف الواحد مستغلة فترات التفاوض والمماطلة فيها لتقوية جبهاتها الاقتصادية كما هو حال جبهاتها العسكرية التي لم تلتزم ولو لساعة واحدة بالهدنة ترجمة نانسي قنقر